اهلا بحضراتكم مرة تانية قبل الفاصل كنا بنتكلم على الارسنال بعد البداية السيئة جدا في البريميال ليج دلوقتي يحتل بعد الاسبوع السبعة عشر المركز الرابع في الدوري الانجليزي وتقلق كبير للعبين وعلى رأسها الرئاسة الفنية لارتيتا المدير الفني ولكن هناك أزمة الشارع اتفجرت الاسبوع ده كابتن مشكلة كبيرة في ارسنال اما ميكيل ارتيتا قرر انه يسحب شارط القيادة من نجم الفريق الاول يعني دي حاجة مسهلة ومش سهل اي فريق اعملها ان انا نجيب اوبام يانج اه اه اوبام يانج ميكيل اوبام يانج جابه وصحب منه الشارع وقال له كمان مش كده بس الدربل ماتش الدربل للجماهين المستنيها قال له مش هتلعب ماتش واستهام وفعلا كان خارج التشكيلة خالص ملعبش المباراة ايه الاسباب يا اه الاسباب تكرار السفر والاجازات اللي بياخدها او السفريات اللي بياخدها بره بره انجلترا فيه 24 ساعة مثلا ممكن انت عارف حرك وكنت في اوروبا السفر سهل جدا ممكن اروح المانيا اروح هنا فهو كان اوبام يانج بيسافر انت محدد لكنك ترجع مثلا سي السبت الساعة 10 الصبح تكون موجود في التدريب لا كان بييجي الساعة 11 الكلام ده ارتيتا ما بيقبلوش خالص في اطار خطته لقعادة ارسنال بالاتفاق والدعم الكامل من الادارة لقعادة الجانرز مرة تانية او المدفعجية لكمة الكرة الانجليزية فيه دعم ليه كامل لقراراته وده اللي شفناه من ادارة النادي تصرف قوي جدا اصدره بعد ما قرر قرارات ارتيتا ايه اللي عملته اقدارة النادي نزل بيان رسمي عبر الموقع الرسمي الارسنال وعبر مواقع حسابات النادي على السوشيال ميديا كلها بتدعم قرار ارتيتا وبيعلنوا من خلاله اقاف اوبام يانج عن مباراة واستهام وسحب شارة القيادة منه ولزال الموضوع مستمر مش عارفين ايه اللي هيعمله اوبام يانج بس خلاص هو سحب منه الشارة وادهها للفرنسي اليكساندر لكزيط انا عريد في بعض التقارير ان اوباما يانج كان غاضب جدا ويعني ده ممكن يفتح المجال اوباما يانج يعني الرحيل من ارسنال والاتجاه الى الدوري الاسباني ومحطة بارشلونة لان انت عارف بارتو بارشلونة بتدور على لعيبة مميزة طبعا اوباما يانج من افضل لعبين على مستوى البريمير ليج مش هذا السيدن ولا قبله لكن على مستويات يمكن من سنتين كان من افضل لعيبة طبعا كابتن فريق ارسنال تفتكر المشكلة ممكن تتطور لرحيل اوباما يانج عن الارسنال بصها كابتن هو اوباما يانج العيب ليه ثقة الجماهير كبير جدا في ارسنال ماشي ولكن الجماهير يهمها في المقام الاول حاليا انتصارات الفرقة اللي عاجب جماهير ارسنال في الوقت ده اكتر انا خلاص ما عنديش نجم فريق انا عايز ارسنال دايما رقم واحد عند اي جمهور في العالم فريقه فريقه يكسب وده اللي بيعمله ارسنال دلوقتي تحت قادة ارتيتا حاليا بقالنا سنين بنتابع كل موسم انتقلات كل مركاته ان اوباما يانج ماشي ان برشلونة بيفاوض اوباما يانج ان بروسيا دورتموند عايز يرجع اوباما يانج تاني نادي فين بيفاوض ريال مادري دهينه على اوباما يانج كهدف وقناص الفترة الجاية هل المشكلة دي هتستمر هو ده التساؤل اللي هترح الفترة الجاية هل ارتيتا هيتراجع عن كلامه ولكن اللي قاله ارتيتا للصحف ان هو او التصرحات اللي قالها ان اشتركوا في القناة